موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام نشرة الأخبار من قناة يو اي تي فيا الأوكرانية بالعاصمة كييف أصحبكم فيها أنا محمد زاوي وفي المستهل أبرز العنوي الوضع في شرق أوكرانيا في جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لقائهم اليوم ببروكسل أوكرانيا تواصل عملية تصليح تدريجي للبنية التحتية بمنطقة أفدي ييفكا وفي النشرة أيضا عودة الاضطرابات الجوية إلى أغلب المناطق في أوكرانيا الوضع في شرق أوكرانيا سيكون اليوم في جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لقائهم ببروكسل حيث من المنتظر أن يتطرق رؤساء الدبلوماسية الأوروبية إلى التطورات التي عرفتها منطقة الدنباس بشرق أوكرانيا وخاصة الاعتداءات على منطقة أفدي ييفكا وإلى جانب تقييم مدى تنفيذ اتفاقيات مينسك سيتطرق وزراء الخارجي الأوروبيون إلى قضية الإصلاحات التي تعريفها أوكرانيا على مدار العامين الماضيين الوضع في منطقة أفدي ييفكا ستناقش أيضا لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الأوروبي عشية هذا الاجتماع قالت فيدريكا موغيريني إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ مجددا موقفا حازما تجاه الأوضاع في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي أكد مرة أخرى على عدم الاعتراف بالضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم وأعلن دعمه التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك في المقام الأول على جدول الأعمال سنناقش الوضع الراهن في أوكرانيا والذي يشهد تدهورا ملحوظا في الأيام الأخيرة تحدثت عن ذلك مع وزير الخارجي الروسي لفروف هاتفيا يوم الجمعة الفائت وأمس التقيت بنائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيفانا كليمبوشتسادزا سنتحدث بشكل رئيس عن تصاعد أعمال العنف في إقليم الدنباس كما أننا ماضون في سياستنا بعدم الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم نحن نؤيد تنفيذ اتفاقيات مينسك مجموعة النورماندي وندعم عمل منظمة الأمن والتعاون وفي الوقت نفسه نواصل دعم عمليات الإصلاح في أوكرانيا لأننا نريد الاستثمار في تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتي سوف تساعد جميع الأوكرانيين الوضع صعب للغاية خصوصا بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة أفديفكا ولا يمكن التنبؤ بها بسبب الكثافة الكبيرة من الأسلحة الثقيلة المستخدمة في الصراع بصراحة ما حدث في أفديفكا يمكنه أن يتكرر في أي مكان آخر وفي أي وقت ويجب أن نتأكد من أن وقف إطلاق النار سوف يستمر حتى الآن نحن غير واثقون من ذلك ونحن بحاجة لتضامن كل الدول الأوروبية باتخاذ موقف موحد إلى شرق البلاد حيث أصيب ستة جنود أوكرانيين بجروح متفاوتة خلال اليوم السابق بمنطقة عملية مكافحة الإرهاب بالدنباس أكثر المناطق الساخنة تبقى تلك الواقعة في اتجاه الدونيسك حيث أطلق المسلحون النار عدة مرات على مدينة أفديفكا هجوم واحد كان باستخدام الأسلحة الثقيلة ونتيجة لهذه الاعتداءات تعرض 12 منزلا بالمنطقة لأضرار بالغة الاضطرابات تشهد أيضا بلدات كامينكا وهورليفكا فيما تعرضت سفيتلودارسك وبوتوفكا إلى العديد من الهجمات وأكدت القوات الأوكرانية هناك بأنها اضطرت للرد بسبب استخدام الانفصاليين للأسلحة الثقيلة وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت أن الأسلحة الثقيلة تستخدم أيضا في المناطق الواقعة باتجاه لوهانسك وماريوبر نبقى في الدنباس وبالضبط أفدييفكا حيث تواصل أوكرانيا عملية تصليح تدريجي للبنية التحتية التي دمرت جراء القصف الذي تعرضت له المدينة خلال الأيام القليلة الماضية ووفقا للإدارة المحلية فقد تمت صيانة خطوط الكهرباء والمياه والتدفئة عملية الترميم تستمر أيضا بالمصنع الكيميائي بأفدييفكا الذي توقفت به الأشغال بسبب القصف وكانت قوات الاحتلال الروسي تقوم بعرقلة عمل فرق الإصلاح والتهيئة أفدييفكا على مدار الأيام الماضية برغم اتفاق الهدنة الذي وقع عليه الجانب الروسي هجمات العدو تتكاثف على هذه الجبهة تحديدا كما جرت العادة جميع الجبهات في اتجاه ماريوبل تشهد استمرارا للعمليات القتالية العدو يقصف بالأسلحة الثقيلة ليلا ونهارا قوات الاحتلال الروسية قصفت موقعنا بأكثر من مائة وثمانين قذيفة منها خمسة وخمسون قذيفة مدفعية وثلاثون قذيفة من الدبابات الوضع الأكثر صعوبة في منطقة مارينسك وجزء من جبهة بافلوفل شيروكينا لا زالت البلدات والقرى الأوكرانية تعاني من قصف العدو بالقذائف المدفعية والصواريخ هذا وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو تحدث هاتفيا مع نظيره الأمليكي دونالد ترامب أين ناقش الرئيسان قضية التوتر الذي تشهده منطقة الدنباس وخاصة مدينة أفدييفكا الرئيسان أكد على أهمية وقف شامل لإطلاق النار وبحث تسوية الأزمة في الدنباس بالوسائل السياسية والديبلوماسية بوروشينكو شكر الإدارة الأمريكية على دعمها أمنة ووحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية فيما أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل مع أوكرانيا وروسيا وغيرها من الأطراف المعنية لاستعادة الأمن والسلم على الحدود الأوكرانية كما ناقش الرئيسان الزيارة المرتقبة لرئيس الأوكراني إلى واشنطن والتي ستجري في فبراير شباط من العام الجري وزير الخارجي الأوكراني توجه إلى الولايات المتحدة للإشراف على التحضيرات لهذه الزيارة وصف المكتب الإعلامي للبيت الأبيض بأن المحادثة بين الطرفين كانت بناءة للغاية قال وزير الخارجي الأوكراني بافل كليمكن أنه لا يوجد خطوات مسبقة لإزالة العقوبات المفروضة ضد روسيا جاء ذلك تعليقا على اقتراح وزير الخارجي النمسوي سباستيان كورتز حيث أكد كليمكن أن روسيا لا زالت تصر بأنها ليست طرفا في النزاع بشرق أوكرانيا كليمكن أكد أن الذهاب إلى إلغاء العقوبات هو إعطاء الفرصة للكريملين من عجل المزيد في انتهاك القانون الدولي وفي مقابلة مع صحفة نمساوية أكد وزير الخارجي الأوكراني استعداد بلاده للدفاع عن نفسها وبأن عقوبات الاتحاد الأوروبي تعتبر أمرا رادعا لروسيا أعلن جهاز الأمن الأوكراني عن قائمة للمتورطين في إسقاط الطائرة العسكرية الأوكرانية في سنة 2014 من بين المتهمين قائد الانفصاليين حاليا بمنطقة لوهانسك إيغور برونيتسكي الذي قام إلى جانب قادة آخرين من الجماعات المسلحة غير الشرعية في الدنباس بقطع الاتصالات الجوية في مطار لوهانسك الانفصاليون استخدموا نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات في قصف طائرة نقل عسكرية أوكرانية في يونيو 2014 مما أدى إلى مقتل تسعة من أفراد الطاقم وأربعين فردا من المظليين جهاز الأمن الأوكراني أرسل لائحة الاتهام إلى المحكمة بهذا الخصوص في موضوع آخر عاد الانطراب الجوي إلى أوكرانيا حيث تشهد معظم مناطق البلاد سقوطا كثيفا لثلوج العاصمة كييف شهدت تقييدا في حركة المرور كما تعرف مناطق خميلنيسكي وجوتومير وتشركاسي وكذا زاكرباتيا تقييدا في حركة سير الشاحنات على الطرق الرئيسية بسبب التساقط الكثيف للثلوج بهذه المناطق هذا ويبقى مطار باريسبول بالعاصمة كييف يعمل بشكل طبيعي خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون عواصف ثلجية وموجة سقيع بأغلب مناطق البلاد خلال هذه الأيام بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية نشرة اليوم قدمناها لكم من قناة يو اي تيفي الأوكرانية بالعاصمة كييف شكرا على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء